السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك لكم تشجعي و تحفزني اشتركي في القناة اشتركي في القناة اشتركي في القناة اشتركي في القناة بسم الله على بركاته اليوم سنحضر لكم الامرازية بوحد الاضافة اللي قد ضيف لها لدة رائعة انا متأكدة حضرتها بها الطريقة سبهري بها العائلة المهم هنا عندي جوش كيلو ديال لحم هو نورمال نمروز ديال كتدر بالعنقرة ولكن للأسف انا ملقيش العنقرة كتبع هنا يعني بالكيلو فاخديت الجهة ديال الرجل الجهة على الملج هي اللي خديت وحاولت ناخد معها طريفات فيهم العدام هو اهم حاجة تدروا معها طريفات فيهم العدام باش كتجيب نينا بالنيس بلتوا بلكي شو معي درجوش فصوص ديال تومة شوية على الابزار سقربة نص ملقت الابزار نص معلقة صغيرة مع مراش ديال سكينجبير معلقة صغيرة مع مراش ديال الخرقوم بلدي نص معلقة صغيرة ديال الملحان حاولوا ما نكترش الملحي سنضير في السمن تهو كي يكون مالح عندي معلقة كبيرة ديال المروز هي ديال التجاج او اللتوابل ديال اللحم اللي هدي جاي من مغرب البنات اللي يمتوفرش لهم فممكن يستغنوا علاغة هي كتضيف واحد اضافة رائعة ودرت معلقة عامرة صغيرة ديال السمن ما بغيش نكترس سمن بزاف لان عندي الريحة ديال ومجهدة ودرت كاس قلربة ديال العاصر ديال البرتوقال انا اليوم غنطيب اللحم ديالي بالعاصر ديال البرتوقال ما غديش ندير فيه نهائي الماء ولكن البناس راكي يجي روعة ولكن عندكم اللحم كبير ويعني شفته ما غالي شي طب لكم تقدروا ضدوا واحد الكاس ديال الماء يعني هناك يبقى على حسب النوعية ديال الحم فان هنا عندي اللحم صغير ويعني ضغية ضغية طعبلية محتاجة ليه نهائي الماء اصلا ذاك البصلة اللي غاد نضيفه من بعد هي اللي غتلقي لنا الماء كيف شتو معايا خلط هادوك التوابل كامل بالعاصر ديال البرتوقال وشرملت اللحم ديالي غاد نغطيهم وغاد نخليهم هنا يا من الاحسن يباتوا الليلة كاملة من الاحسن ديروهم فتشرملو اللحم بالليل اه وديروه في الصباح يعني اكسوا غاد ديروه للغداء شرملوه بالليل كيتشرب كيتشرب توابل وكيجي لديد بزف بزف ومن هنا غلناخد انا الطنجرة هنا عندي طنجرة راها كبيرة درت فيها جوج حباس كبار ديال البصلة اللي يعني تحمسهم في الهاشوار انا حاولت ما نديرو مش طريفة هي راه المروزية الحقيقية البلدية ما كدرش فيها البصلة ولكن مؤخرا ولينا كان ديروها البصلة هم الناس دزمان كانوا ما كدرش البصلة باش ما كتحمالش اللي هم المروزية وخكز بقى واحد المودة طويلة حيط طبعا ما كانش تلاجة مكانت احدا اللي غاس حافظ لك على الماكلة صافي هنا يا درت البصلة درتدوك اللحيمات اللي شرملت بعدما خليتهم واحد المودة هم مشرملين وضفت ثم نصف كاس ديالزيت الزيتون ونصف كاس ديالزيت الرومية غادي نخليها تشحر غيوح شوية طلع فيها الغليا عد غادي نضيف الإضافات اللي غادي نوريكم من بعد هنا البنز انا غادي نضيف الزعفران شعراء انا مبغيتش نديرو من اللول باش يبقى شادلية هديك النكها ديالو وانتو ما اللي بغتو تديروه من الاول فتيبقى لكم الاختيار صافي ندرت غيوح شوية تعز زعفران شعراء عندك الزعفران شعراء والقرفاء والعسل كنخليهم تدريجيا يعني ما كنديروش من الاول حتى القرفاء مما تديروش العواد ديالها من الاول باش مكتلقش لكم الحرورية بزاف هادي في المروزية ديالكم يعني غايت ببعوا معايا هالتفاصيل وانا متأكدة غايت تحصلوا على النتيجة اللي هي رائعة وكيف قلت انا كيف تطلع دو معايا هنا قدرت طريفات فيهم شوية الشحمة وشوية العدام باش كتلق ليها هادا كليدي وحتى العدامات كيتلقوا لبنة مدرتش كل شي غير هبرة في هبرة ما كدجيش زوينة غرب الهبرة بوحدية داروري يكونوا هكا اللحيمات فيهم العدم ايو اصافي هنا يا ربع دمات شحراس وشوفوا معايا غادا وكتلق الماء لحتوا البناس را غادا وكتلق الماء انا را مضفت لهاش نهائي الماء ولكن اللعافية راها بحل غطفة بحل الدمعة الى كانت العافية مجهدة هانتو مشتو العافية لكنت مجهدة ما غايتلقش لكم الماء لانا غايتبخر ضغياء وحتى اللحم يعني كي طيب مكنزز داروري تديرو هكا تديرو العافية مهيلة صافي انا سديت عليها سما كيفشتو معاي راضفت لي هادا كالجعويدة ديال القرفة وسديت عليها القاملة وخليتها كالطيب على المهل وهنا غادي ندوس نحضر معاكم الخبيزة ديال الدار عندي هنا تقريبا 1-600 جرام ديال دقيق وعندي واحد الكاس كبير ديال فينو درت معلقة اربع ديال خميلة الخبز نص معلقة ملحة الصغيرة غادي ندير هنا معلقة كبيرة ديال السكر سانيدة ودرت معلقة كبيرة ديال حاليب بودرا هاداك الحالي بودرا البنت وهذاك الذات وهو من اللي ت людям معلقة زيال هناك ووالزيت هوا من اللي س خليوا القوام اللي اللي الجدينا ديالنا كي غيي طري وكي تجيير هذا الحليب يعطينا الطراوة وحتى الزيت يعطينا الطراوة للخبيزة ديانة لان كتعرفوا الفرن دي الاتماط ما كيستقش فيه الخبز وكيجي قاسح يعني كتقى يتسني فيه التحمر ما كيتحمرش وانا قد نور لكم حتى درجة الحرارة على ش طيبته لان بزاف ديال البناس كيطيبوا على درجة الحرارة اللي هي اقليلة اذا كشي لاش كيخسر لهم الخبز وكيجيهم مدقص وما كيطلعش ضغيو وما كيتحمرش ضغيو كسب قد سنا فيه يتحمر طيب ساكي قصاح من بره وكيبقى مع الجن من الداخل سوف يشوفوا معي القوام ديال اللي عجينة كنديرها خفيفة ما كنديرش العجينة قاسحة ضروري تكون العجينة خفيفة تكون تتسق باليد انتم وكندلكها مزيان البنات اللي عندهم العجانة خليو هات تدلك في العجانة مزيان قدمت دلكات العجينة دلخبز قدمك يجي الخبز اهشيش وزوين وانتما غاد شوفوا النتجة في الاخر انا غير بدياتي حاولت ندلك العجينة وشوفوا القوام ديلها كدير يعني كتلسق في اليد غير ماشي جارية يعني ماشي ج العجينة ها هي كتشوفوا مني كندووزها في القصعة راها ما كتلسقش في القصعة ولكن في دي كتلسق في دي هادا كيدري لان العجينة راها رطبة وشادة في راسا سوفينا غا نحاول نديها ونجي باكة القصرية سوفي وريتكم القوام ديالها انا هنا غادي ندهن واحد الاناء بالزيت او لا ممكن انا غايع لحسب يعني تخمير كنخمر مولفة كنخمر في هاد طاصة هادي وانتما ستخمروها غير في القصرية ديالكم مضروري كندهنها بالزيت باش كتختامر ضغية وما كتدرناش للقشرة وحتى كتعطي نر هاداك الزيت كي خلي العجينة كتولي رطبة وهشيشة سوفينا نغطيها ونخليها حتى تسخمروهنا ايه بعد مما خمرات نراك يجيكم مراحل سهلين هالشرة سياخد الوقت ولكن قدام الكاميرا كل شي سهل مهل سوفي هنا بعد مما خمرات لي العجينة ديالي كيف شو معاني حييت من ذاك الهواء ديالها شوفوا القوام ديالها كدير لبنت القوام ديالها طري وديرها بحلة بحلة سيك يعني طريية طيعة هدا هدا سر من اسرار ديال ديال الخبز اللي غنطيبها فران اسيمات لحقاش ماشي اي فران دياله ماشي كلهم فران دياله خايبين لا غير هاد النوع ديالاسيمات مكيزدقش فيه الخبز وبزاف ديالبنت صراحة كان بزاف ديت طالبات على الخبز في هاد الفران هاد وكنت دائما كان نعقز عليه ايو اليوم صافي مني ديرها هاد طبق ديال المروزية فبغيت نرافقه بخبزات ديال الدار وقلت غادي نصور لكم هالخبزات ديال الدار حتى هما باش تستافدوا منهم ايو صافي هالبناس هنا قسمت العجينة ديالي على عشرة ديال القطع كل قطع تقريبا فيها 130 جرام صافي هالبناس كنحاول نكورهم هكا يعني ان ناخد لهم احد الشكل اللي هو زويد ويكونوا هكا مقاددين في تدويره ديالهم يكونوا مقاددين المهمة لبناس بالنسبة اللي كتشوفوا معايا كنجمال عجينة بلا دقيق بلا سحاجة ما تجمعاش بالدقيق عليش كندهنوها بالزيت في اللول هادك الزيت كيساعد العجينة كتتكور لك فيه الدك بلا ما تلسق اه لا درنا الدقيق في اللول ونعودو ندوزها فاتشي فكتقصاح كتدير واحد القشرة الفوق اللي هي قاسحة بزيف ما كتخليش سخونية تدخل الخبز من الداخل كي بقام عجين ما كي طيبش مزيين المهم هنا عندي ثلاثة ديال زليفات وحدا فيها الماء وحدا فيها الفينو وحدا فيها الزرارع انتوما سيبقى لكم الاختيار فاشغل دوزو العجينة ديالكم واش في الفينو واش في الزرارع انا كان دوز دوزد خمسة ديال الحبات في الفينو على حسب الوليدات مايبغوشي يكلو لي الزرارع ودوزد خمسة ديال الحبات في الزرارع ولكن بصراحة هادوك ديال الزرارع جو ياسه لمواحد الماء دق فيهم تتاكليهم انا فطرت بحيدة اليوم الصباح ولا العديم كليتها ككبوح ديتها اغيم عكويس دياله زي بنينة بنينة بزيف بزيف اه على فكرة البنات ممكن انكم تخلطوا ما بين الدقيق العادي ودقيق ديال القمح وممكن تدلوا دقيق القمح ببوح ديته ولكن السر في انت سيبقى في العجينة تكون طرية وقتلتق في اليد ما تكونش العجينة قاسحة يلا كانت العجينة قاسحة رهما غاديش يجيكم الخبز زوين وما يجيكم شهشيش اي وصافيها انتم ما كتشوفوا معينا كندووز العجينة قليش في الطريقة باش كنشدها باش كندووزها في الماء وكندووزها في الزرارع والاخرين اللي دووز في الفينو كنخليهم يخمروا واحد شوية عفوا ارتاحوا واحد شوية كنحاول نقرصوهم على حسب تقريصة على حسب انتوما كيف كتبغيو الخبز واش كتبغيو الخبز يكون غلايا لد شوية واش بغيتو الخبز يكون يعني رقيوق انتوما هناك تتحكموا في الحجم اللي بغيتو انتوما بالنسبة لي انا بغيتو ميجيو هكا صغير وميجيو من فوخين وانتوما سيبقى لكم الاختيار بغيتو ميجيو من فوخين تتخليوهم شوية ما تقرصوهم ش بزف بغيتو ميجيو كم رقيوقين كتقرصوهم واحد شوية يعني هكا كرقاقين وهم رمني كيخمرر كيزيد يدعف الحجم ديالهم سوف انا هدا هو الحجم باش قرصوهم يحيز بغيتو ميجيوني خبيزات لي هم صغير ورين ومحيطقين وهادو ممكن تحضرهم حتى الضياف اللي عندكم الضياف راهم كيحمروا الصراحة الوجه القوام ديالهم كيجي بحال داك الخبز المغريب ديال جوجدراهم داك اللي تنديرو في العراسات هذا كيكبير القوام ديال هاد الخبز كيجي بحاله تماما وكيف قلت لكم انا غادي نوريكم في الاخير وغادي تشوفوه هنا راني الخبز ديالي كله حطيتو هنا في الطاوات خليتهم خمروه انتم كتشوفو رداء في الحجم ديالهم وغادي ندخلهم الفران شوفونا فران كنت تخنتو اعلى ميتين درجة ولكن مني دخلت الخبز رضيتو على ماكسيمو اعلى درجة في الفران من الاسفل ومن الاعلى من جوج الجهة ما كنديروش غيش جيهة واحدة كنديرو جوج جيهة علاج لانه هاد فران معروف انه كيبرد ما كيبقاش شد الحرارة بعد ما تنفخو الخبيزات كنحاول ننقلبهم لانك تكون واحد جيهة الطيب اكثر من جيهة صار فيو كمقام استمره حتى كيتحمرو ويطيبو مني غايتحمرو انا غا نوريهم لكم وهنا رجعت لطابقة ديالي ديال المروزية شوفوش حال ديال المرقات لقات هديك البصلاء البنات هنا را مضفت لها حتى شي حاجة ديال الماء وانتو ما كيف قدلكم ايلي شفتو هنا را خاصة بلكم مرقة كثيرة ولكن را غيف القاعدة ناحية حتى غير القاعدة القاملة واسع بزاف كسب لكم مرقة بحلة كثيرة ما يماشي كثيرة بزاف وماشي قليلة يعني ضروري خصد زيت شحر في التقديم خاصتكم شحر كثير من هكا المهم كيف قدلكم البنات يلاش شو الحمدية لكم ما طيبش او للبصلة ديالكم ما تلقات لكمش لما كتزيدوا واحد الكز ديال ما يكون طايب باش هكا سيطيب لكم الحمدية لكم مزيان وهنا يراني ضفت واحد الكيميات على العنب اليابس الكحل او لازبيب فانا هنا كان قدرت الكحل انتم هاد البوني اللي كيكون لون دياله بوني وانتم ممكن تدروا البيض ولكن انا بالنسبة للمروزيتي يعجبني هاد العنب اليابس اللي كيكون كحل كيجي ازوين في المعضاق دياله كيجي حتى كيعطي اللون ديال التعسل في المروزية شوفوا معي هنا انا كان قدنا اخد المريقة من الجناب وكانخويها على اللحم علاش لانا اللحم ما فوقش منه المرقة وغاي بقي طيب لكم ناشف من الفوق داروري كتبقوا تهزو ديك التعليكة وتخوها على اللحم تهزو التعليكة وتخوها على اللحم مره 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 كتحركوا كيف مدرس انا دابه باش مكتلسقش لكم اللحم ديالكم وشوفوا معي هنا خليتوا علاعة فيهم هي لا هنا انا رغي مسرع المقطع كيبال لكم دكت فوار دياله مزروب غي حيت مسرع المقطع صافي غي كتتعزل هديك المريقة كنحيدو غي كيبال لكم تعزل الزيت على المرقة صافي كتحيدو الحيمس ديالكم كيكونو طابو وهنا ياها هوا منخ بيزاس بعد ما طابو شوفو كيفاش كيجيو الصراحة كيجيو غزالين كنتمنا تجربوهم هرا كيجيو علا مزوي ناسهم وانتما يعني لكم الاختيار وبنات اللي عندهم فران ديال العافية فانا كنقول لكم جربو معينيكم مغمضين راه فرانت العافية كيجيو في الخبز رائع وانما هذا ديال الضوم ماشي اي وحدا كيستقل الخبز ديال ديال الضار فهاد الفران ديال اتماط فانا حاولت نشارك معاكم اليوم الطريقة ديالي وتنتمنتنا الاعجاب ديالكم صافي هنا بعد ما طابو الخبيزات كاملين فانا قدمو هكا في هادو ديال القصد تيجي وعاطين ديك اللمسة بلدية صافي هنا غادي ندير كل واحدة كل واحدة بوحدة وانتبا ديال ساعي لعندكم الدفرة غادي في وحدة طبعا انا حيث هادو صغير ورين ما غايهزوش لي الكمية كاملة ففرقتهم يعني درت كل واحدين بوحديتهم وحتفت صح ديالهم راه هم ساهلين ما كياخدوش الوقت نهائيا لحقش ما فيهمش خدنا بزاف صراحة ساهلين راه الصراحة بيني وبينكم على اللي ما بغاش يصاب خبز الدهر مراه ساهل الله يسمحي نايك نعكزو عليه ايه وصافي وهنا غا ندوز نقدم معكم طبق ديالنا ديال المروزية بالعاصرة البرتوقال اللي جاث واعرف الماداق ديالها خلاص راه غير المنظر كيهضر ايه يعني بلا ما نقول لكم انتم ما تتشوفو التعليك يا سلام الماداق يا سلام جربوها وردو علي الخبار بالنسبة لها دلوية اللي كيجاكك محمر فهدا كيكون حتى الاخير في ديك التعسيلة ديال الاخر كيكونوا على فكرة البنات راني يضفت بقيت كنهدرو كنشرح لكم وراني صورت واحد نصف كاس ديال العسل ضفتو في الاخير قبل ما انطفي ضفت نصف كاس ديال العسل تقريبا واحد خمسة المعارض الكبار ديال العسل ايمكن يقدر يكون بالي لكم سما انا كنت كان نهضر اه مهم راه المقادر كلها مضبوطة غادي تكون في صندوق الوصف خاصتكم غايت شوفو المقادر في صندوق الوصف وتطبقوها كيف ما في الفيديو وان شاء الله غايت تحصلوا على نتيجة اللي هي رائعة شوفوا معايا هديك المريقة كيفاش كتلق زويتة ديالها كتجي معلكة ورائعة وكيف كتعرفو دائما طبقة المرزية تيتمشى مع اللوز ما كان ديكت ديروش ليه البرقوق وما كان ديروش ليه المشماش وما كان ديروش ليه البيض لانة ما غا نوليهم طيبين طبق ديال الحمب البرقوق والبيض ما هم طيبينش المرزية المرزية كتمشى معها الزبيض واللوز فقط ايه وسنتمنى هالطبق عجبكم وتجربوه جربو هاد العيد العائلة ديالكم ان شاء الله وكنقولكم من هنا واخل عيد ما زال ليه الايام سنقولكم عيد مبارك ساعيد اللي يدخلوا عليكم بصحة والسلامة وطولة العمر وباش ممكن تتمنى وان شاء الله يا ربي فانا رافقسو هنا بهاد الخبيزة اللي صاو بس ديال الدار ورافقسو بوح البريد ديال اسايم نعنع يا ويل بناس يا سلام انا نقول لكم هاد الطبق را ما كريتوش بنهارة الطبق را درناها بالليل ايه والموهم سنتمنى يعجبكم واتجربوه علش الله وقترحوا علي الاطباق اللي انتم ما بغينني نديرها ليكم ان شاء الله فاد العيد قولوا لي في التعليق شنو بغيتو نحضر معاكم في الاطباق واشتقاليا واش القطبان الطريقة ديال الكوتليت يعني بزاف دلعام في الفران دلعام فورة او لا الكتف مفور يعني كيفاش شنو الحاجات اللي كيبغيوهم العائلة ديالكم فاد العيد فقترحوهم علي في التعليق وانا غدير لبي لكم الرغبة ديالكم ان شاء الله ايه والموهم شوفوا معايا الخبيز كيجال البنات الخبيز عبارة على قطن جغزال هشيش من الداخل اه كيف قلتلكم انتم ما كتتحكموا في الحجم ديالو اه انا كيعجبني الخبيز ديال در هكي يكون ولكن انتم ما كتتحكموا في الحجم ديال الخبز على حسب الرق اللي انتم ما بغيتو ايه واشنو البنات ما كني محصل من هاد الشي خبيز ديال در هادك طبقة المرزية ما شاء الله كيشهي ايه معاكويس ديال اساي ايوا هاو واحد الغداء ولو علع شي لعندك الطياف يا سالم ايوا صافي شوفو كنوريكم القوام ديال الخبز هاد الخبيزات ديال ديال ازدرارع اللي صوبنا بزدرارع وهنا غادي نحاول نقطع لكم شوية من اللحم باش شوفو الطياب ديالو كيفاش كي يجيها نسو ما هزيسو بالفرشيطاء محش براسو عبسي كي يدوب في الفم ايوا المهم ما نطووش عليكم الهدرة بزاف كنتمنى الطبق ديال اللي وميعجبكم كيف قلت لكم خليولي اقتراحاتكم في التعاليق شنو بغيتو نحضر معكم هنا القدام وغادي نقول لكم مع السلامة نتلقى في فيديو جاي ان شاء الله اشتركوا في القناة